ده بالنسبة لاختبارات النادلية اللي هتنطلق يوم 16 الحاجة التانية جواب بقى بطولات للشباب والناشئين خلال السنة القادمة وإحنا للأسف هنا في مصر بنشتغل سنة بسنة دائماً متأخرين يعني لما بنشوف برة في أوروبا التخطيط بيتم لخمس سنين وعشر سنين قدام اللي أندي عارفة إيه المسابقات اللي جاية ده الجواب اللي اتبعت من الاتحاد المصري لجميع المناطق بيقول لي بطولات الجمهورية السنة القادمة هيكون موليدة 2001 2003 وخمسة وستة وسبعة وتمانية يعني زي السنة دي بس نضم ليهم 2008 بطولات الأفرع هتكون 2004 اللي بتنظمها الأفرع 2004 و2009 ومهرجنات البراعم هتبتدي من أول 2010 حتى 2013 يعني عندنا 2010 و2011 و2012 و2013 دي مهرجنات البراعم ده الجواب اللي اتبعت من الاتحاد المصري لمن؟ لجميع الأفرع ده تنظيم حلو لكن أنا النهاردة كنت أتمنى أن يكون المسؤول عن الكلام ده مدير فني للاتحاد المصري للكرة القدم النهاردة أجي وأعد مع الاتحاد وحط التصور بتاعي علشان المسابقات خلال خمس ست سنين قدام عشر سنين وعشرين سنة خمس سنين قدام علشان نبدأ نخطط للكرة المصرية والتخطيط الصحيح من قاعدة الناشئين هو ده اللي بعد كده بيتبني يعني يبقى عندك منتخبات كويسة وعندك لعيبة ومواهب كويسة في الأندية الحاجة بقى لأنا سمعتها خلال كم ساعة اللي فاتت أن فيه أو اتحاد كرة بيفكر يلغي مسابقة ألفين وواحد فريق الشباب لو تم إلغاء فريق الشباب فأولا دي كارسة كارسة ليه؟ النهاردة ألفين وواحد دول دول عناصر المنتخب الأولمبي القادم إذا ألغي السن ده واكتفي بالسن ده في الدرجة الأولى النهاردة ما اللعيبة دي ممكن يكون لعيب مقيد في الناشئين زي النادي الأهل شفنا قبل كده أحمد عبدالقادر وشفنا محمد عبدالما كان عندنا فريق موليد تسعة وتسعين مقيدين في تسعة وتسعين وممكن يلعبوا مع الدرجة الأولى وياخدوا فرصتهم مع الدرجة الأولى نفس الكلام في ألفين وواحد لو أنت لغيت السن ده بتحرم لعيبة مميزة أنها تتأيد في سن ألفين وواحد ومتاخدش الفرصة مع الدرجة الأولى والنهاردة ده سن بتاع منتخب أولمبي فالنهاردة لازم أحافظ على مسبق ألفين وواحد ده شيء لازم نفكر فيه عشان الفترة اللي جاية وكنت بقول زي ما حضرتكم أتمنى أن يكون عندنا مدير فني للاتحاد المصري هو اللي يخطط وهو اللي يحط النقط دي وهو اللي يتناقش وهو اللي يبعت للأندية السنة اللي جاية نفسي أشوف حاجات جديدة في دوري الجمهورية والبراعم أبرزها أننا نشوف اللعيبة لعيب الفريقين مع الحكم بعد انتهاء المباراة سواء أنت خسران أو كسبان أو النتيجة تعادل نقف في نص الملعب اللعيبة تسلم كلها على بعض تسلم على الحكام ومن هنا بيجي الاحترام وقت لما بخسر مباراة وبخسر بطولة وكمان احترامي للحكام اللعطة دي بنشوفها برا في الدوري الإنجليزي نفسي هنا أشوفها في دوريات الناشئين ونبتديها من دوري الناشئين الحاجة التانية الحاجة التانية النهاردة اللعيبة اللي احنا بنكتشف أنها ورقها مش سليم في الدوري اللعيبة دي لازم يكون فيه إجراء قوي الإجراء القوي النهاردة بيتم شط باللعيب اللي ورقه مش سليم إن حرامي النهاردة ولا يعني لاعب ورقه مش سليم بياخد فرصة وحق واحد ممكن يعني قدراته الجسمانية أضعف من اللعيب دوت فبياخد فرصه في النهاردة أتمنى يكون فيه مدير فن الاتحاد الكرة سريعا علشان نقدر نطور مسابقات الناشئين إن هي دي منجم دهب بالنسبة للأندية إن النادي اللي عنده قطاع ناشئين قوي نقدر نشوف لعيبة مميزة في الدرجة الأولى